السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا جودة للضرب بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي اول درس في الضرب قلنا ضرب عددين بين التعبير اللغوي والترميز درسنا ما هي عملية الضرب قلنا عملية الضرب هي عبارة عن جمع متكرر مثال ثلاثة في اثنان هي ثلاثة تكررت مرتين معناه ثلاثة زائد ثلاثة وتساوي ستة هذا القانون لازم يحفظه التلاميذ ثم بعد هذا القانون نقرأ وجدول الضرب لخمسة معناه خمسة في واحد كم تساوي الى غاية خمسة في عشر كم تساوي ثم جدول الضرب لثلاثة في وأيضا أربعة في وأيضا جدول الضرب لإثنان هذا الجداول الأربعة مطالب التلميذ لسنة ثالثة ابتدائي بحفظهم حفظا دقيقا معناه خمسة في واحد يساوي خمسة خمسة في إثنان يساوي عشرة إلى غاية خمسة في عشرة ثم جدول الضرب لثلاثة جدول الضرب لأربعة وجدول الضرب لإثنان ثم ندرس جدول الضرب أو عملية الضرب في عشرة وفي مئة وفي ألف نبدأ شيئا بشيئا كيفاش نديره باش نحفظه جدول الضرب هذا هو الشيء الأساسي هناك عدة طرق بالأيدي أو بالكتابة في الجدول لكن كلها طرق غير نافعة 100% وإنما بالحفظ كيفاش نحفظه نفهمه بللي خمسة في واحد تساوي خمسة بالأصابع ونحاول نجمعه كل خمسة مع خمسة وتساوي عشر هذا للتسهيل فقط ثم كيفاش نديره باش نحفظه نحفظه بالرقمين معناه نديره في لوحة أو في ورقة خمسة في واحد تساوي خمسة خمسة في إثنان تساوي عشر ونخلوه يكررها عدة مرات يكررها عشر مرات عشرين مرات ثلاثون مرات أربعين مرات إلى غاية نشوفه بالتلميذ هذا الرقمين نبدأ أحفظهم عن ظهر قلب شا نديروله نبدأ نزيدوله رقمين آخرين نكتبهم وحتهم مثال نديروها تجربة هنا مثال عندنا خمسة في واحد تساوي خمسة خمسة في إثنان تساوي عشر نخلوه هذا التلميذ كيف يحفظهم نعطلو رقمان آخران مثال خمسة في ثلاثة تساوي خمسة عشر خمسة في أربعة وتساوي عشرون نخلوه هذا الرقمين أيضا يكتبهم عشر مرات أو عشرين مرات كيف يكتبهم عشر مرات أو عشرين مرات الآن نتجمعوهنوا مع بعض يكتب هذا ربع أقام لعشر مرات أو عشرين مرات على حسب كل التلميذ أيضا نعود نزيدوله رقمين آخرين معنى خمسة في خمسة وخمسة في ستة يكتبهم أيضا عشر مرات أو عشرين مرات وبعد نزيدهم لوقاع يكتب فيه ستة أرقام هذا يكتبهم من عشر مرات إلى عشرين مرات إلى غاية حفظ جدول رقم خمسة كاملا نفهوم وبعد نكمل من جدول خمسة نمر الجدول ثلاثة أو أربعة أو إثنين جدول إثنان هو أقل أو أحسن في الحفظ لأنه عبارة عن ضعف للأعداد مثال إثنان في واحد معنى نقرأ واثنين هو ضعف ضعف واحد هو إثنان إثنان في مثال ثلاثة ضعف ثلاثة هو ستة إثنان في سبعة ضعف نقرأ ودعم إثنان على أساس بلأنه ضعف ضعف سبعة هو أربعة عشر إلى غاية عشر قلنا نحفظ هذا الجدول في أربعة أيضا عندنا جدول الضرب في عشرة في عشرة وفي مئة وفي ألف هذا التلميذ نعطله أمثلة ونخله يحسب وحده مثال نعطله إثنان في عشر كم تساوي نفسها هي عشرة في إثنان إذن عشرة تكررت مرتين لهي عشرون أيضا مثال عشرة في أربعة لهي نفسها أربعة في عشر كم تساوي تساوي أربعون بعد ما يحسب التلميذ عشرة أربع مرات يسيب النتيجة أربعون إذن يكتشف بنفسه بأن أي رقم نضربه في عشرة هو نفس الرقم ونضيف له سفر أربعون ثمانية ويسيب النتيجة ويسيب النتيجة يخلوه وحده يستخرج هذا القانون معنى أي رقم نضربه في مئة أو في عشرة أو في ألف نزيده عدد الأصفار فقط هذا من الأفضل التلميذ هو ليستخرج النتيجة هذه باش يبقى عاقل على هذا القانون هذا أغلبية ما سيضرسه التلميذ لهذه السنة إضافة إلى جدول ستة وسبعة وثمانية لكن يكون عبارة عن عملية الضرف فقط مثال ستة في إثنى عشر مثال هذا الرقم الآن هذا جدول الضرب لستة إذن ستة في إثنان على الأقل لما كان حافظ جدول الضرب يعرف هذا العملية بأن ستة في إثنان هي عبارة عن جمع وتكرر وهي ستة زائد ستة وتساوي إثنى عشر حتى لكم نحسبها بالخشيبة المهم يعرف النتيجة إلى هناك وخلص معنا الفيديو تعالينا اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته